ويكين جديد والليلة مضبطكم بثلاثة فلام للسهرة الفيلم الأول بكل اختصار يتكلم عن قاتل مأجور والتفاصيل الدقيقة اللي يمر فيها في حياته وفي مهامه الفيلم من بطولة مايكل فاسبندر ومن إخراج المخرج العملاق ديفيد فنشر فيلم رائق وتميز بالإخراج والأداء التمثيلي الرحيب لكن رتمه شوي بطيء واسمه The Killer موجود على منصة نتفليكس وتقييم الشخصي هو 6.5 من 10 والفيلم الثاني عن رجل يحاول يحقق العدالة في المجتمع عن طريق الخروج على القانون فيلم ممتع وتفاصيله جميلة من بطولة أسطورة بوليوود في التمثيل شاروخان اسم الفيلم جوانم وموجود على منصة نتفليكس وتقييم الشخصي هو 7 من 10 والفيلم الأخير عن محامي متفوق وذكي يحاول إصطاد القضايا اللي يقدر يفوس فيها لكن يضطر إنه يدخل في قضية معقدة عشان يتحدى نفسه ويثبت اسمه فيلم مقتبس من قصة حقيقية وجدا استمتعت فيه من بطولة جيمي فوكس وتومي لي جونز واسم الفيلم The Burial وموجود على منصة Prime Video وتقييم الشخصي هو 7.5 من 10 السلام